قال المنصق العام للحوار الوطني ضياء راشوان إن رئيس السيسي جدد مطالبته للحوار الوطني بإلاء قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة وذلك في ظل تطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم وأشار المنصق العام للحوار الوطني أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غدا مناقشة وتحديد الخطوط العريدة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية بحيث يتم بعد عقدها رفع توصيات كالمعتاد للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا